اشتركوا في القناة لذا قررت اليوم ان اقدم لكم تحديثا لما يجري في هذا المشروع خاصة فيما يتعلق بحزمة البطائق القادمة الخاصة بهم للعبة لوردس اوف لايت التي ستصدر في غضون ايام قليلة في التاسع عشر من هذا الشهر لدي ايضا بعض الصور التشويقية لبعض البطاقات لأريها لكم جميعا قبل ان ابدأ تهكد من الاشتراك وتفعيل الجرس حتى لا يفوتك مزيد من مقاطع الفيديوهات مثل هذا الفيديو بالاضافة الى كل شيء اخر انشروه على هذه القناة في حال لم يكن بعضكم على الدراية بعملة الريني فهي عبارة عن منصة اثبتت نفسها كمركز للابتكار بين ان اف تيز وديفاي مع التركيز على التلعيب يطلق على النظام بجميع المميزات المختلفة المضمنة في النظام الاساسي اسم ريني بيرس وجزء مهم من الريني بيرس هو لعبة بطاقات لوردس اوف لايت لوردس اوف لايت هي لعبة بطاقات تداول تنافسية مع ميزة اللعب لكسب المال التي تمزج بين سمات العملات الرقمية مع عالم خيالي اللعبة عبارة عن سلسلة متقاطعة وتعمل على كل من الاثيريوم وسلسلة الباينانس الذكية كما ذكرت من قبل فان العاب العب لتكسب المال التي تدمج العملات الرقمية قد حصلت على الكثير من الشهرة والنموم اخرى وهناك بالفعل الكثير من الاثارة في بناء لوردس اوف لايت بعض الامثلة الاخرى على العاب العب لتكسب المال في عالم الكريبتو التي انشهرت وانطلقت هي بالطبع اكسي انفينيتي وسبلينتر لاند حصلت البطاقات والعناصر في جميع هذه الالعاب ايضا الكثير من الطلب عليها في الاسواق الثانوية مثل اوبن سي حيث يذهب الاشخاص الذين فاتهم العروض الاولية لشراءها فقط لاظهار مقدار الاهتمام اذا القينا نظرة على مجموعة اكسي على اوبن سي يمكننا ان نرى انه تم تداول معدات او عناصر هذه اللعبة بقيمة اكثر من 27000 ايث مثال اخر هو بارلالفا لم يتم اصدار اللعبة لهذه المجموعة حتى الان ولكن تم تداول هذه البطاقات الى الان بقيمة اكثر من 37700 ايث نعود الى لعبة لوردس اوف لايت اللعبون سيكونون قادرون على كسب فوتون توكن عن طريق لعب اللعبة يمكن بعد ذلك استخدام هذه التوكن لزيادة مستويات طاقة البطاقات والطوابق الخاصة بهم سيكون الفوتون ايضا قابلا للتداول بالكامل على الدكسز حتى يتمكن الاشخاص من الحصول عليه بهذه الطريقة لترقية معداتهم ايضا بمجرد حصولك على بعض بطاقات المستويات العالية سيتمكن المستخدمون من تخزينها في اللعبة لكسب المزيد من عملة فوتون سيتمكن المستخدمون ايضا من تأجير بطاقاتهم للاعبين اخرين قد يبدو هذا غريبا بعض الشيء ولكن اذا فكرت في الامر فهذا شيء منطقي لان على سبيل المثال اذا كان احد اللاعبين يشارك في دورة بجوائز كبيرة فقد يرغب في الدفع لاستئجار بعض البطاقات الجيدة الاضافية للحصول على فرصة افضل للفوز الالعاب الاخرى التي طبقت هذا النوع من الميزات موجودة بالفعل وتشهد بالفعل نموا في الطلب على سبيل المثال تجاوزت سبلنترلاند مؤخرا خمسين الف دولار داخل يومي يتلقاه اللاعبون المؤجرون لبطاقات الان للتحميس لبعض بطاقات لوردس اوف لايت كما تم عرض بعضها على تويتر حيث احدثت بعض الضجيج لتنزيل هذه البطاق تم يعاد التغريد بعض هذه البطاق ايضا من قبل اشخاص معروفين مثل تشارلز هوسكنسون الذي احب البطاقة التي تجسده والتي تظهر هنا قد يكون بعضكم على الدراية بيوتيوبر العملات الرقمية ايفان اون تيك ولديه ايضا بطاقة كما هو موضح هنا وقد شاركها مع متابعيه على تويتر التالي هي بطاقة خاصة جدا وهي بطاقة ساتوشي ستاكر والتي كانت هناك بالفعل منافسة للفوز بها لدي ايضا بطاقات اخرى لأريها لكم مثل اسيزي من باينانس جاك دورسي وستوشي ناكاموتو وغيرها انا متأكد انه يمكنكم معرفة هذه الصور بدل الفريق الكثير من الجهد لتأكد من ان هذه البطائق عالية الجودة ولديها فريق متخصص يشمل المصممين والفنانين لمواصلة صناعتها في المستقبل تم تأسيس المشروع من قبل اثنين من الاستراليين يتمتعان بخلفية في مجال التكنولوجيا المالية وهما لاعبان متعطشان للألعاب ولقد قاموا ببناء فريق يصل الى حوالي 15 عضو بما في ذلك مطور الألعاب يوبيسوفت انضم مؤخرا للمساعدة في تكامل او دمج البلوكتشين يعد الفريق جزءا مهما مما يفصل ريني عن مشاريع ألعاب الكريبتو الأخرى ويأملون ان يقدموا خطوة للأمام في تقدم عالم ألعاب البلوكتشين بشكل عام يبدأ تنزيل او عرض هذه البطائق في التاسع عشر من هذا الشهر كما ذكرت سابقا ويمكنك الوصول اليها هنا على موقع ريني خلال الاربع وعشرين ساعة الاولى هناك عرض مسبق خاص حيث سيتمكن الاشخاص الذين يخزنون عملة الريني من استرداد النقاط المكتسبة من تخزين البطاقات لا يتطلب هذا مبلغا كبيرا من الريني لذلك لا يزال هناك متسع من الوقت لشراء بعض العملات وتخزينها لتكون مؤهلا لاسترداد بعض بطاقات ما قبل البيع سيكون البيع مفتوحا للجمهور في تاريخ عشرين وسيتمكن اي شخص من شراء البطاقات عن طريق ايثيريوم او بي ان بي سأضع الرابط للبطاقات الموضحة في صندوق الوصف اذا كنت مهتما بها مشروع اخر اريد التحدث عنه اليوم يشارك ايضا في الانف تيز هو اكتا اكتا هي سلسلة رئيسية عبر سلسلة متقاطعة تربط البلوكتشين بالعالم المحسوس بدءا من الانف تيز كما نرى في الرسم البياني على موقع اكتا هناك العديد من الاستخدامات المحتملة المختلفة للمشروع من الاقراض اللامركزي الى التمويل الجماعي الى حضانة الشركات الناشئة والكثير غير ذلك جزء كبير من نظام اكتا هو عملة اكتا الذي يعتمد على سلسلات الباينانس الذكية وتم اطلاقه منذ وقت قصير على بانكيك سواب حيث ارتفع سعره بالفعل من 1.80 دولار إلى اكثر من 5 دولار يمكن لحاملي اكتا تخزين عملاتهم لكسب المزيد من اكتا ستحصل على ارباح سنوية بحد ادنى تبلغ 400% حاليا تبلغ الارباح السنوية حوالي 3000% اصبح هذا ممكن نظرا لان 5.8% من الكمية المتوفرة من هذه العملة قد تم حجزه لتحصيل ارباح التخزين على مدار السنوات الارباح القادمة سيتم توزيع 15% الاخرى من التوكينات كما هو موضح في هذا الجدول مع 10% تذهب الى بيع التوكينز هناك شيء جديد حصلت عليه اكتا مؤخرا يتعلق ايضا باللعب لكسب المال على البلوكتشين وهذا هو استثمارهم في يونيكس جيمينج اكبر نقابة اكسي انفينيتي في العالم واحدة من اكثر المميزات اثارة التي تعمل عليها اكتا هي وضع خصائص فاخرة على البلوكتشين التي تمثلها الانفتيز للسماح لأي شخص بالربح من الاستثمارات العقارية دون كل العمل المعتد على سبيل المثال اذا اراد شخص جراء عقار بالطريقة التقليدية في الجهة الاخرى من العالم فعليه اما استئجار شخص للذهاب والقيام بذلك نيابة عنه او الذهاب بنفسه واكمال جميع الاعمال الورقية والعثور على شخص لادارتها ولكن مع اكتا يمكنك ببساطة الانتقال الى موقعهم وشراء انفتي منهم عندما يتم تحويل العقارات الى توكنز وتعتبر مجزة ايضا مما يعني انه يمكنك شراء جزء فقط من العقار مما يفتح فرص الاستثمار هذه للمستثمرين الذين لديهم محافظ اصغر وكذلك الذين لا يملكون الاموال اللازمة لشراء عقار كامل دفعة واحدة يقع العقار الاول التي سيتم تحويله الى رموز توكن في يوبد بالي الى جانب العقارات الفاخرة تعمل اكتا ايضا على ترميز اشياء بمعنى تحويلها الى رموز توكن مثل ارصفة المارينة في ميناء في بالي والاراضي الطبيعية المليئة بالموارد بعد ادراج اول عقار تم تحويله الى توكن ستقوم اكتا ايضا باطلاق منصة التبادل اللامركزي الخاصة بها اذا كنت تريد معرفة المزيد عن اكتا فيمكنك التحقق من الرابط في صندوق الوصف اتمنى ان تكون استمتعتا بالفيديو واشوفكم في الفيديو القادم